قصائد ونصوص مهمة نتحدث اليوم عن الشعر الشعبي أو الشعر العامي لكن بالعراق نسميه الشعر الشعبي الشعر الدارج من المفردة في بعض الأحيان وقحم الشعر الشعبي وأبعده تماماً عن المنصات وعن المهرجانات العربية كيف تجد اليوم حالة نشاط الشعر الشعبي في المحافل العربية؟ هو أنا من وجهة نظر أنا بالنسبة للشعر العام احنا عندنا بلولي شعر العام يعني في مصر اعتقد أن الفئة أو فئة الشباب أو فئة فئة يعني معظم الشعب يحب يسمع الشعر العامي لأن الفاظه بتبقى نوعاً ما سالسة ونوعاً ما بتوصل لقلبه أكتر ونوعاً ما الناس بتحبها أكتر ومتدولة على ودناها وليدة البيئة وليدة البيئة بالضبط كده أنت لما تحاول تكلم حد عن مشكلة في حياته أنت بتكلمه باللغة اللي هو بتكلم بها فبتوصل أسرع فأنا من وجهة نظري أن الشعر أياً كان سواء أنت بتقول أنه مش موجود في المحافر العربية أنا بصراحة ما أعرفش سبب أنه مش موجود بس أنا شايف أن ده نوع مهم جداً من الشعر ونوع ليه شعبية وليه جمهور كبير جداً وبيحب بالناس في النوع ده من الفن فكرة أنك توصل المتلقي الكلمة بسهولة وفكرة أنه هو يسمع الحاجة اللي هو بيقولها يومياً يعني أنا بحاولة ما بكتب حاجة أختار الألفاظ زي ما هي بالضبط ما جملهاش هو بيتكلم بيقول كده فأنا هقوله شعر باللغة اللي هو بيتكلم بها في يوم العادي طيب أنا هاخد الكلام يعني وإحنا بنتكلم بالذات عن مصر يا فارس فمصر شعراء العمية زي ما أنت قلت تمام يعني حتى الناس لقبوهم العم والخيل من كتر ما هم قريبين منه قبل ما سألك السؤال تعال نسمع منك وعايز أسمع قصيدة كتبتها عن الأب آه تمام حكي لنا سبب القصيدة وقول القصيدة يعني أنا بالقصيدة دي عشان خاطر أنا وشاف أن الأب مهضوره حقه شوية ما فيش مفيش حد بيكتب عنه أو دايماً أم طبعاً ست الناس يعني وست القلب حتى في النصصة الغنائية بس الأغاني نشوفها بس للأم مش للقصيدة